أطلق المفتش العام للدولة أعمال الورشة التدريبية حول التدقيق المالي لإرقابة المحاسبة وذلك لصالح المفتشين العامين محمود حسن سمو والمديد من التفاصيل دورة تدريبية لهؤلاء المفتشين حول التدقيق المالي لوظائف المحاسبة من أجل رفع مستوياتهم في سياغ التدقيق من جهة والتبني التقنيات الجديدة في هذا المجال من جهة أخرى لذلك سيتأرض المشاركون خلال أعمالها إلى مواضيع عدة منها مواضيع تتعلق بعملية توحد المناهج في هذا الشأن وأخرى تتعلق بعملية إتقان المنهجية المستقبلية لعمل أكثر احترافية غير قابل للجدل في مجال التدقيق المالي جان جي سوركي المكلف بالتعاون لدى استفارة الفرنسية لدى البلاد بحيث أن التعاون الفرنسي هو الذي مولى هذه الورشة فقد أكد وقوف التعاون بجانب البلاد حول الإدارة المالية الرشيدة التي ستساعد المفتشين في اكتساب معلومات ناجعة لمكافحة الرشوة المفتش العام للدولة همر محمد قاجي الذي أطلق أعمال الورشة فقد أكدها بأن المفتشية ستعمل من أجل إيجاد طرق ناجعة في الكفاه ضد الرشوة لذلك فقد دعا المشاركين إلى الاستفادة من خبرات الخبراء الذين سيقدمون محاضرات متنوعة حول التدقيق المالي لوظائف المحاسبة تستمر أعمال الدور عشو أيام